قشى وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس مع سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مارم أوضع المدارس اليمنية في مصر وخلال اللقاء الذي عقد بحضور مدراء المدارس اليمنية ثلاث و المختصين بالسفارة استمع الوزير لملس والسفير مارم إلى شرح عن سير العملية التعليمية في المدارس اليمنية في مصر وشدد وزير التربية على ضرورة الالتزام بالمنهج الدراسي المعتمد من قبل الوزارة واتباع الأساليب التربوية والتعليمية المعززة للهوية الوطنية ومكافحة الفكر الطائفي المتطرف الذي تعمل من الاشياء الإقلابية الحوثية على نشره في مناطق سيطرتها وما تقوم به في سبيل ذلك من تغيير في المناهج الدراسية والأساليب التعليمية مطالبا المدارس اليمنية في القاهرة بضرورة الاتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا وتوفير بيئة صحية آمنة للطلاب من جانبه أكد السفير مارم على ضرورة التزام المدارس بالتعليمات الصادرة من بلد الاعتماد واستكمال كافة التراخص المطلوبة من الجهات المعنية ذات العلاقة في البلدين وبما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء الجالية اليمنية في مصر معربا عن تثمين بلادنا حكومة وشعبا لما تقدمه جمهورية مصر العربية من تسليلات لأبناء الجالية في كافة المجالات التي توجت بفتح ثلاث مدارس يمنية أهلية تقدم خدماتها لأبناء الجالية المتزايد عددها نتيجة للانقلاب الحوثي على الدولة والمؤسساتها